دازلت هناك فئة قليلة من المواطنين والمقيمين لديهم بعض التساؤلات عن إجراءات لقاح كوفيد 19 هذا بعد أن أمرت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفير اللقاح بالمجال للمواطنين والمقيمين على حد سواء للحديث أكثر تنضم معنا من المنطقة الشرقية ورسلة الإخبارية بشاير القبوص صباح الخير يا بشاير أهلا وسهلا بشاير صباح الخير سارة وعبد الإله من مركز لقاح كوفيد 19 الأول في المنطقة الشرقية أجواء تفاعلية إقبال كبير جدا المواطن والمقيم هنا متساوين تماما في جميع إجراءات التطعيم وتسجيلهم يكون أيضا في تطبيق صحتي ولكن نحن ما زلنا في المرحلة الأولى وطبيعي جدا أن يكون هناك عدد قليل من المواطنين والمقيمين من ما زالوا متخوفين من أخذ التطعيم ولديهم بعض التساؤلات للحديث أكثر عن هذا المركز وعن هذه التساؤلات ينضم معي مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي صباح الخير دكتور إبراهيم قبل أن نطرح بعض التساؤلات يلي تتحدثنا عن جاهزية هذا المركز ومدى استيعابه أحياكم الله طبعا المركز مجهز أنه يستوعب إلى 12 ألف في اليوم إلى الآن طبعا لا بنصل لهذا الرقم وصلنا تقريبا إلى فوق الألف بشوي العمل جاري على شف شفتين العاملين تقريبا حول 250 عامل وقابلين للزيادة إذا كان هناك حاجة ولله الحمد منذ البداية من ثلاث أيام والأمور ماشي بسلاسة وكل شيء الحمد لله ماشي حسب ما خطت له منذ أن بدأت حملة التطعيم من ثلاث أيام كم عدد من أخذ اللقاح من مواطنين ومقيمين حتى الآن؟ فوق الألف طبعا في مسجلين أكثر لكن اللي أخذوا التطعيم واللقاحات فوق الألف المواطن ومقيم جميل ماشي الله عدد كبير في أيام قليلة راعي الدكتور أن المقيم والمواطن متساوين في جميع الإجراءات ولكن المقيمين هنا 40% من سكان المنطقة الشرقية وأغلبهم أقل من 65% بصحة جيدة لماذا لا يتم استثناؤهم ويتم توزيعهم بدءا من المرحلة الأولى حتى لا يكون هناك تكدس فيما بعد؟ المعايير تنطبق على المواطن وعلى المقيم فأيضا حتى المواطن من تنطبق عليها الشروط الأوصاف التي ذكرتها أنهم شباب أقل من 65% وليس لديهم أي مراض تنطبق عليهم ما ينطبق على المقيم فلا تفرق أبدا بين المواطن والمقيم وتأتيهم المرحلة القادمة أن شاء الله سواء مواطن أو مقيم وتنطبق عليها التلقيحات ممتاز دكتور ماذا عن وجوب التطعيم للسفر؟ طبعا يعني كما نعتقد أنه الدول في العالم ستطالب كشرط للسفر أنه المسافر يجب أن يكون أخذ التطعيم ومعه شهادة دولية بالتطعيم فهذا هو المتوقع أنه يصير وهذا أيضا المفروض يحث الكثير من الناس أنه يجب أن يأخذ اللقاح أخيرا السؤال المهم من أصيب بكورونا سابقا متى يستطيع أخذ اللقاح؟ المتعارف عليه علميا أنه بعد تسعين يوم والسبب أنه حتى تنقص الأجسام المضادة التي أنتجها جسمه في أثناء عدوى الكورونا فبعد التسعين يوم يستطيع أن يأخذ اللقاح شكرا لك دكتور إبراهيم شكرا إذن سارة وعبد الإله جهود حثيثة لوزارة الصحة حتى يتم تطعيم 80% من سكان المنطقة الشرقية بعد انتهاء مراحلها الثلاث ونستذكر قول سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف حفظه الله نحن لا نلزم أحد بأخذ اللقاح ولكن ننصح به يعطيك ألف عافية بشاير القبوس ما قصرتي شكرا جزيلا لكي يعطيك العافية بشاير شكرا جزيلا لكي